السلام عليكم ورحمة الله نناقش اليوم مسألة صحة صيام تارك الصلاة وهل تارك الصلاة كافر؟ يشتهر بين الناس فتاوى بعض الحنابلة المعاصرين كابن عثيمين رحمه الله الذي قال كما ترون بأن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يقبل منه ولا تبرأ به ذمته بل إنه ليس مطالبا به ما دام لا يصلي لأن الذي لا يصلي مثل اليهود والنصراني فما رأيكم أن يكون فما رأيكم أن يهوديا أو نصرانيا صام وهو على دينه فهل يقبل منه؟ لا إذن نقول لهذا الشخص طب إلى الله بالصلاة وصم ومن تاب تاب الله عليه طبعا هذا الكلام معروف من الحنابلة لأنه رأي من قولي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال به كذلك بعض العلماء سوى أحمد رحمة الله عليهم ولكن الأئمة الثلاثة على أنه لا يكفر تارك الصلاة ويقبل صومه لأنه فاسق أقوى ما يستدل به مكفر تارك الصلاة مطلقا هو حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والحديث في صحيح مسلم ومن أدل الأحاديث على عدم كفر تارك الصلاة مطلقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه والحديث صحيح في صحيح الجامع فإذن كيف يكون تارك الصلاة مطلقا كافر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وكذلك في أمر صلاة الجمعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أيضا في صحيح الجامع قال من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين فكيف يعقل بأن نقول بأن من ترك صلاة واحدة قد كفر هذا يرد على قول القائلين بكفر تارك الصلاة مطلقا وأيضا من أدلتهم حديث الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هم بأن يحرق على أقوام بيوتهم بالنار لأنهم لا يشهدون الصلاة الجماعة ولكن والله أعلم بأن الحديث هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل ثانيا بعض العلماء مثل الأمير الصنعاني رحمة الله عليه في سبر السلام قال بأن وجوب الجماعة والتشديد عليها كان لحضورها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وليس مع من سواه أو مع من بعده والله أعلم أي أن التشديد على حضور صلاة الجماعة بهذا القدر هو من عموم قول الله تبارك وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك في الآية الأخرى في سورة النور يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا أي أن حضور النبي صلى الله عليه وسلم عليه في صلاة الجماعة أو في أي أمر يطلب فيه المسلمين عامة واجب على أهل المدينة وعلى من حولهم ومن أدلتهم كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وفي رواية الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ولا يخفى أن هذا الحديث مخصوص بصلاة العصر ولكن هناك روايات ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ورجاله كما ترون فيه عباد ابن ميسرة وهو حديث حسن كما قال ابن حجر رحمة الله عليه وغيره أيضا حديث المسند جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله الحديث أمامكم والحديث رجال وثقات ولكن فيه إسماعيل ابن عياش وهذا الرجل صدوق قالوا خاصة في روايته عن الشاميين وهذه الرواية أيضا روى إسماعيل فيها عن صفوان ابن عمر وهو حمصي شامي وبذلك فالحديث حسن ولكن ننتبه هنا أيضا بأن ليس في هذين الحديثين في من ترك الصلاة المكتوبة أنه يكفر الأول قال حبط عمله وتر أهله وماله والثاني قال برئت منه الذمة إذن ليس فيه بأن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة بأنه يكفر بل ربما يكون فيها دليل على عدم كفره لأنه لو كان كافرا لم احتيج أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبط عمله أو برئت منه الذمة لأنه كفر فدل ذلك على أنه في منزلة سيئة فاسدة ولكنها دون الكفر أو الشرك والله تعالى أعلم كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون هل من يرفع صوته أو يجهر بالصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قد كفر قطعا لا لم يقل بذلك أحد وإنما حبط عمله عقوبة له على إساءة أدبه مع نبينا صلى الله عليه وسلم عليه إذن فالراجحوا بعد هذا البحث والله أعلم بأن تارك الصلاة مطلقا لا يكفر إلا الجاحد أو المنكر لفرضية الصلاة ولكن إخوتي من تاركي الصلاة علينا أن ننتبه هناك حديث خطير للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحاحة الألباني في صحيح الجامع والصحاحة في السلسلة الصحيحة بمجموع طرقه أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله آه معناه ليس معناه هذا الحديث بأن تارك الصلاة لا يصح صيامه أو بأنه لا يجوز له أن يصوم لا يجب عليه الصوم الصلاة فرض والصوم فرض ترك الصلاة كبيرة من أكبر كبائر وترك الصوم كبيرة من أكبر كبائر إياك إن كنت تارك للصلاة أن تترك الصوم إياك ولكن صومك أيها المسلم دون صلاة لا يصلح بمعنى بأنه ليس بمحبوب ولا مرضي عند الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تصوم كي يسقط عنك الفرض وإن لم تصوم ياتارك الصلاة من المسلمين فقد ارتكبت كبيرة أخرى من الكبائر أتسمعون؟ ولكن هذا لا يعني بأن يقبل منك صومك يعني ابن عثمين الله يسامحه غيره من الحنابلة لم يقول لك لا يجوز له أن يصوم وصومه مثل يهودي ونصراني لا يجب عليه أن يصوم لأنه الصوم فرض على المسلم وتارك الصلاة ليس بكافر بل هو مسلم فاسق عاص ولكن قبول الصوم من تارك الصلاة مسألة أخرى وقضية أخرى هذا الحديث الخطير أمامنا أول ما يحاسب به العبد يوم القيام الصلاة فإن صلحت صلاة له سائر عمله وإن فسد سائر عمله ظاهره بأنه لا يقبل عمل من تارك الصلاة نسأل الله العافية لكن ليس معناه ياتارك الصلاة بأن تترك الصوم وإن تركت الصوم فقد ارتكبت كبيرة أخرى إضافة إلى كبيرة ترك الصلاة نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم وأمة الإسلام إلى ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته